اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صدق الله العظيم وبعدين اخيرا مؤخرا يعني يعني بعد في التمانينات والتسعينات وجدنا حلقة اسمها حلقة النار وليه حلقة النار يعني ايه حلقة النار اه حول لحظتك حلقة النار اه حلقة النار موجودة في المحيط زي ما انت شايف كده موجودة بالحاجات اللي عاملة زي ما تقول رغاوي في حوالين منطقة خاصة اسمها في المحيط في هذه الحلقة الرواسي بتختفي في قاع المحيط في قاع الارض بتندفر انا مش قونده الرواسي عند حوف فهر حاجة من اتنين يا اما بتنزل جوا والجبال تتكون صحيح يا اما ما بتعملش حاجة يا اما بتطلع فوق وتزود وتزود طول وتزود من ساحة الارض أو كساحة فربنا سبحانه وتعالى من حجمته سايب الارض حجمها فالرواسي بتزيف حتة وبتروح تخش جوا تختفي في قاع الارض يعني اذا بنقول ان فيه تعادل بين النقصان والزيادة اهو كده اعا وان كسك كسك الارض ما فيهاش اه ان عجم الارض واحد اه لكن حكمته في ايه زي ما قلت حضرتك في منخشة سابقة اعيه انه ربنا عمل دورة للسخور صحيح قالك فعلا انت مثلت السخور بدورة بدورة الماء وزا دورة اه فربنا بيبرد الارض اه بنزل السخور دي كلها تختفي اه الحافة بينزل منها اماكن اكبر من جبل افريست يا حضر تخش جوا اه تدرد الارض اه لانها بتاخد معاها مية المحيط اللي شبه متجملة اه سعى جدا وموضوع التبريد ده بيفيد في ايه بيفيد انفجارات في الارض تعرف انه لما انت تحبس الحرارة جوا في باطن للارض فبيهدي بقى اه اه بتعمل للارض تبريد او توازن يعني لا وإلا تزيد انواع البراكين لان البراكين معظم البراكين 85% في قاع البحيط انت قاع البحيط كل الشغل اللي بيحتفظ كل الشغل في قاع البحيط بعيد عن عين الانسان شوف كرم الله سبحانه وتعالى او نعم فعمل توازن في حدم الارض بيزودها عند الرواسي من حفتها وبينقصها عند الرواسي من حفتها وفي منطقة مطالفة اللي هي بنسميها حلقة النار او رينجوفاير رينجوفاير بيسموها رينجوفاير ما بتخرجش عن المنطقة دي لا النقصان الارض من الرينجوفاير وبعدين عامل كمان مداخن بيسموها البلاك سموكرز المداخن دي في الارض بتطلع غازات ادخنة ادخنة من الارض ومن المدهش انها سخنة جدا وبالرغم من هذا وجدوا فيها بكتيريا حية عيشة في هذه الحفن سبحان الله والخوف بقى ان الامريكان خدوا البكتيريا دي وتعاشت انه ما يستعملواهاش في الحرب الباريجية لانه ما تقدرش تعمل فيها حاجة البكتيريا تقدر تعيش عند درجة 120 يا حبار ابيض انتعالوا حضرحك عن موت البكتيريا بالباكتيريا بالباكتيريا زيش بالباكتيرك اي او بالنسخنها دي باكتيريا بقى عيشة في اعلى درجات في اعلى درجات من باطن الارض هممكن تستخدم الحرب البكتيريا باقي نشر حرب البكتيريا فشوف حكمة ربنا انه عامل مداخن عشان تبرد الارض يجيب السخنية من الارض يبعثها للمحيط وبعدين يطلع الحمم يبني به الارض ويمد الارض وبعدين يدخل الراسي حواف بتاعتها ومناطق كبيرة سخرية يبرد الارض لانها بتاخد معاها ميزة المحيط اللي باردة جدا تبرد ويخرج الغازات من ناحية الثانية وعمل مستديم دورة دورة كبيرة عظيمة ويعاون الانسان انه ينتقل لان طبعا زمان لكان فيه طيارات ولا كان فيه حاجة كل واحد ماشي والخيلة والبغال والحمير كل لكان وسائل انتقالنا ما كيفيش ان انتقال تاني فطبعا هو حرك حرك القارة كلها سهل علي سهل علي سبحان الله يعني يا دكتور حيجي وقت حتضيق علينا الارض بما راحبت يعني حيبق اعداد البشر كتير او عمليين بنزيد يعني وفي نفس المكان ده كان سؤال مطروح والارضية بتاعتنا هتكفينا ولا لا يا سيدي ما تنعاش لها ربنا بيضبر الاكل بتاع الفيل بكل الاعشاب اللي بيأكلها والنملة وحتى في الدخان اللي طالع من قاع المحيط على بعد تسعة ميل البكتيريا اللي عايشة فيه عايشة على الكابريت اللي جاي من الارض سبحان الله ولو تشوف المنظر اللي موجود ده هنا الساحل طلع لفوق الساحل على أثر زلزال في شمال أوروبا المحطة بتاعت المراكب اللي كانت موجودة على على الفريز ده على الشارع ده بقت ملهاش فايدة بقت فوق خالص بعيدة عن المراكب ومع ذلك أنا متأكد ان الرب ده دبر للناس اللي بتشتغل على الرصيف ده دبر لهم أكل ودبر لهم مظيفة وغير لهم كل حاجة يعني ما تنعاش لهم ربنا كريم حدق نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة